السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج سباق الأمم حقيقة اخترنا هذا العنوان سباق الأمم حتى تكون سلسلة من الحلقات لمواضيع هامة تتسابق حول الأمم والشعوب في الوقت الحالي وتعتبر مواضيع معاصرة ومستحدثة ومن الماتع والمفيد للمشاهد والمطلع ضبط البوصلة نحو هذه المواضيع فالتنافس والسباق الآن في البحث العلمي لمن يصل أولا إلى الاكتشافات والابتكارات والمعلومة وتكمن أهمية الاطلاع على هذه الاكتشافات والاختراعات التي تتسابق حولها الدول في عدة جوانب لأنها تؤثر مباشرة على جودة الحياة حياة البشرية طبعا ويعتبر البحث العلمي العمود الفقري للتنمية في مختلف المجالات من الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وهناك حقيقة عدة أسباب تجعل الاهتمام بالبحث العلمي شيء أساسي وجوهري ومحوري منها على سبيل المثال التنافسية العالمية الدول والجامعات تسعى لتحقيق مركز ريادي في المجتمع العلمي العالمي من خلال الابتكار والاكتشافات الجديدة وهذا السباق ليس فقط للفخر الوطني أو التباهي بل حقيقة لجذب الاستثمارات وأن جلبوا الاستثمارات سيتم تشغيل الباحثين والعلماء والخبراء في مجامع بحثية وفي الإنتاج العلمي المشترك أيضا حقيقة من ضمن الأسباب النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي لهذه الدول طبعا سيؤدي إلى خلق وظائف أخرى وجديدة ومستحدثة كما حدث في الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات غيرت حقيقة الاقتصادات العالمية بشكل جذري ووظائف جديدة قد استحدثت مع ظهور تقنيات حديثة أيضا ضمن الأمور الأخرى مواجهة التحديات العالمية الدول التي لها السبق في البحث العلمي يمكن أن تجد حلول التحديات العالمية مثل ما حدث في كوفيد-19 أيضا التغير المناخي، الأمن الغذائي، الأمراض المعدية وغير المعدية كل هذه عبارة عن أمثلة تجعل الدول المتمكنة في البحث العلمي تواجه هذه التحديات وهذه المشاكل أيضا تحسين جودة الحياة الابتكارات في مجال الطب والهندسة على سبيل المثال لها تأثير مباشر على صحة الإنسان بينما تطورات أيضا في تكنولوجيا المعلومات تسهل من التواصل وكذلك التعليم من الأمور أيضا الهامة في البحث العلمي الفضول ورغبة في الاكتشاف الإنسان بطبعه يسعى لفهم العالم من حوله وتوسيع حدود المعرفة والبحث العلمي يوفر الأدوات والطرق لتحقيق هذا الهدف أيضا نقطة الأخيرة أنه الاستدامة والحفاظ على الموارد موضوع التلمية المستدامة شغل الشاغل الآن للمؤسسات والدول والمراكز البحثية يعني خلال البحث العلمي يمكن أن نطور من طرق جديدة لحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل أكثر فعالية مما يضمن بقاء الكوكب بشكل صالح للعيش للأجيال القادمة بإذن الله تعالى طبعا أثناء أعدادي لهذه الحلقة وبقية الحلقات حاولت أن أشخص وأرصد ما هي الدول الأكثر تطورا وفقا لمجموعة من المعايير يعني التي يتم على أساس قياس التطور مثل الناتج المحلي وكذلك مؤشر التطور البشري يسمى بالـ HDI Human Development Index الابتكار مؤشرات الابتكار والتكنولوجيا والصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء على هذه المؤشرات حقيقة وجدت أنه في دول متقدمة جدا وهي التي أخذتها في إعداد هذه الحلقات يعني كمحور للمقارنة أولى هذه الدول النرويج حقيقة النرويج فيها مستويات يعني عالية من التطور البشري وهو ما يعكس دخل وطنيا عاليا كذلك معدلات عالية من التعليم ومتوسط عمر مرتفع للإنسان أيضا ضمن الدول السويسرة تعد السويسرة مركزا عالميا للابتكار موضوع الإنوفيشن طبعا بفضل النظام التعليمي الذي يتمتع به هذه الدولة وسياستها داعمة للبحث العلمي والتطوير أيضا السويد السويد يعني تعتبر متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار من هذه الدول أيضا فنلندا ربعا معروفة فنلندا في موضوع التعليم ونظام التعليمي المتقدم جدا وجودة الحياة تكون عالية بالإضافة إلى كونها رائدة في مجالات مثل التكنولوجيا وكذلك تقنيات المعلومات أيضا الدنيمارك تعتبر الدنيمارك من الدول التي تمتاز بمستويات عالية من الرفاهية والاستدامة وكهي من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة كذلك السنغابور سنغافورة تعتبر من الدول الرائدة في آسيا من حيث موضوع الابتكار والتكنولوجيا كذلك اقتصادها الذي يعتمد على البنية التحتية المتطورة ألمانيا من الدول الواعدة والقوية صناعيا وتكنولوجيا وتعتبر من الدول التي دائما ما نسمع عنها في قطاعات السيارات والهندسة كذلك اليابان تشتهر في موضوع الابتكار مع نظام تعليمي وصحي متقدم كندا على سبيل المثال لديها جودة في التعليم وفي مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية وكذلك استراليا أيضا هي تعتبر من الدول التي تمتاز بالصحة والتعليم وكذلك التركيز على البحث العلمي فهذه حقيقة مجموعة من الدول التي حاولت أرصد منها بعض المؤشرات لموضوع سباق الأمم وعند البحث عن الدول العربية مع مقارنتها بهذه المعايير الناتج القومي والموضوع الـ Human Development Index كذلك البنية التحتية والتعليم وجدت حقيقة دول متقدمة ولن الفخر بهذه الدول من هذه الدول المتقدمة طبعا الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول الرائدة في مواضيع عدة من ضمنها السياحة والنفط والخدمات وكذلك الابتكار والتكنولوجيا كذلك لدينا دولة قطر قطر أيضا تعتبر دولة تهتم بموضوع تطوير البنية التحتية والتعليم وكذلك لها رؤية مستقبلية في سنة 2030 تسمى رؤية قطر الوطنية 2030 لدينا المملكة العربية السعودية أيضا لديها رؤية 2030 وفي مجالات متعددة من ضمنها الطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي الكويت لديها احتياط نفط كبير وكذلك تهتم في موضوع تطوير البنية التحتية والبحرين وكذلك سلطنة عمان والسلطنة طبعا لها رؤية تعمل وتسعى لتحقيقها إلى سنة 2040 تسمى برؤية سلطنة عمان الوطنية 2040 إلى هنا نختتم حقيقة هذه الحلقة التي حاولت أن أوجز بها كيف ستكون شكل الحلقات القادمة ما هي المعايير التي تم على أساسها أخذ هذه المجالات وكذلك الحديث عنها ومقارنتها بعدة دول وهذه الدول تتسابق في هذه المواضيع نراكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة